كالعادة الصحافة بيكون تيها اخبار وتصريحات وممكن تكون عجيبة نحب ان احنا دايما نقراها مع حضراتكم ونتأمل فيها اكتر النهاردة الدكتور عبدالجليل الجهري رئيس قسم امراض الدواجن بجامعة كفر الشيخ وعضو لجنة تسجيل وتداول لقاحات الدواجن في وزارة الزراعة كشف ان اللجنة رفضت خلال اجتماعها امبارح خمس ادوية ولقاحات بيطرية كانت وزارة الزراعة سمحت قبل كده بتداولها لتحسين الدواجن وسبب بعد كده ان الادوية دي كانت سبب في انتشار امراض التهاب الجهاز الرئوي بين الدواجن طول الثلاث سنين اللي فاته وضح الجهري في تصريحاته للوطن ان الوزارة اتورطت خلال الثلاث سنين اللي فاتت في نشر مرض التهاب الجهاز الرئوي في مزارع الدواجن والاسواق ومزارع التربية المنزلية وده نتيجة ونحط بقى كم خط كده جهل المسئولين وانه بعد حقن اللقاح بيؤدي الى التهاب الشعب الهوائية وبالتالي 80% من صيور المزارع بتموت في الحال لان اللقاحات ما بتتناسبش مع الفيروسات الموجودة في مصر وبتصلح بس في دول المنشأ يعني الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مستوردة للقاحات علشان تحمي بيها الدواجن وفي الحقيقة بتقضي عليها ومش بتقضي عليها بس انا بقى لها شعر لا بتقضي عليها بقى لها تلات سنين من الاخبار الغريبة كمان الخبر اللي نشرته اليوم السابع عن اكتشاف أسر التلميذ في مدرسة الزهراء الابتدائية التبع لحي غرب المنصورة صدور حكم قضائي بحبسه تلات سنين بسبب اللعب مع حسب الخبر ما بيقول مع زملائه فوجئت أسرة التلميذ اللي عنده 11 سنة وهو في سنة 6 ابتدائية وقت انهاء اجراء بعض الورق لابنهم ان في حكم قضائي صادر ضده بالسجن تلات سنين وغرامة ألف جنيه بالبحث في الواقعة اكتشفت الأسرة ان الواقعة بترجع لفترة وجود ابنهم في المدرسة وقت لعبه مع أحد زملائه أصيب بكسر في دراعه فإدارة المدرسة أخبرت والدة الطفل المصاب فحررت محضر في اسم الشرطة ضد الطفل المتهم واستمرت الدعوة لحد ما وصلت لمحكمة الجنح وصدر الحكم ضده وانتقد عدد من الحقوقيين إدارة المدرسة وقالوا انها كانت مفترض انها تحاكم في الواقعة نتيجة الإهمال تحاكم فيها لانه جميع الطلاب تحت اشرفهم اما وصولوا الواقعة للمحكمة وصدر حكم بالحبس ضده ضدف طفل في سنة ستة اتدائي فهدي كرسة تاني عرضنا على حضراتكم كمان مبارح قصة الحضانة اللي كشفت الفيديو زي انها بتعلم المذهب الشيعي للأطفال النهاردة وحسب الخبر المنشور في اليوم السابع برضو قرر سلامة نصر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الشرقية عزل مجلس إدارة جماعية فاطمة الزهراء الموجودة في قرية سنجها بمركز كفر صقر واتبع عليها الحضانة وقررت كمان تعيين مفوض لإدارة شؤونها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد مع إغلاق الحضانة لحين التحرك وانتهاء التحقيقات ده حصل بعد أولياء الأمور ما هددوا بالتصعيد في حالة استمرار عمل الحضانة بعد ما اكتشفوا بالصدفة فيديو بيؤكد انها بتعلم الأطفال طقوس المذهب الشيعي زي ما عرضنا على حضراتكم مبارح ده بإضافة كمان لردود الفعل الوسع اللي أثرها الخبر مبارح وده اللي خلى المسؤولين زي حضراتكم شايفين دلوقتي الفيديو هما الأطفال بيلطموا على وشوشهم عشان يتعلموا الدرس الأول حسب ما كان بيتقال في الفيديو في نفس الموضوع وبسرعة الموضوع يعني في نفس الموضوع قال الشيخ الصبري عبادة مستشار الأوقاف ان اللي عملته او اللي عملته اللي عمله مدير حضانة فاطمة الزهراء في الشرقية بأنه يعلمهم طقوس شيعية زي اللاطمة على الوج خطر جدا لانه حسب كلامه ان المرحلة السنية دي مرحلة خطيرة لانه التعليم في الصغر كنقش على الحجر زي ما قال وقال كمان مستشار وزارة الأوقاف في التصريحات اللي نشرتها جديدة البوابة ميوز انه مفيش رقابة على جمعيات رعاية الأطفال وده بيهدد الأطفال بالخطر البالغ شدد على ان اللي عمله مدير الحضانة مع الأطفال وانه بيعلمهم الطقوس الشيعية بيعتبر خيانة للأمانة ويجب محاسبته عليها نخرج بعد كده للجدل الكبير اللي أثير مبارح بعد الخبر اللي قالت جريدة الوطن انها بتنفرد بيه عن اعلان مجموعة من الحركات العلمانية المصرية اللي نمت في السنوات القليلة الماضية الماضية عزمها تأسيس حزب علماني يجمع أسماتهم الجريدة ووصفتهم كده في المنشط العريض بالملحدين وقالت انه الملحدين لأول مرة في مصر بينشئوا الحزب العلماني الشروق تتبعت القصة كلمت مع الأستاذ شامعوف وكيل مؤسسي حزب مصر العلماني اللي قال انهم كانوا مجرد مجموعات متفرقة فكروا في تجميع نفسهم في حزب سياسي وتيار يتم تمثيله حتى وان كان طيار صغير وقال انه عارف صعوبة الفكرة دي في ظل الأفكار الاجتماعية اللي رصخها السلافيين حول العلمانية لكنه قال ووضح في الوقت نفسه انه واثق ان المجتمع هيفهم وهيتقبل لما يشرحوا لهم الحقيقة ونفى كلام جريدة الوطن عن ان الحزب بينادي بالإلحاد وقال ان حرية العقيدة بتقول انه من حق كل شخص انه يمارس شعائره الدينية بالطريقة اللي يشوفها سواء كان مسلم سني او شياي مسيحي او حتى لا ديني لان ده امر لا يخص الدولة في شيء طالما بيؤدي دوره كمواطن وبيؤدي الخزمة العسكرية وبيدفع الدرائب وامر المحمدي وهو احد وكلاء وحاسسي الحزب والمتحدث باسمه قال ان العلمانية اصلا مش ضد الدين ولا معاه قال ان العلمانية في فهمها تعني تقليص تدخل العقيدة في الشأن العام للحد الأدنى وتوسعت ممارستها على المستوى الشخصي للحد الأقصى واعتبر المحمدي ان العملية دي مش سهلة على الإطلاق وان الطريق فيها طويل وخاصة في مجتمع له سياقه وخصوصياته ده بالمناسبة دفع برضو خالب البري الكاتب الصحفي نوع يكتب النهاردة مقال ينتقد فيها العنوان اللي جريدة الوطن استخدمته واعتبر ان ده محاولة للتضليل بانه ما يبقاش فيه وضوح فيه الفرق بين مصطلح علمانية وبين مصطلح ملحدين اللي تم استخدامه فيه العنوان نخرج من الحزب العلماني ونروح لكوكب الإخوان دايما بنحب كل فترة نروح نشوف إيه اللي بيحصل عنده أسامة مرسي ابن الرئيس الأسبق محمد مرسي والمتحدث باسم الأسرة والحقيقة ده منصب جديد أول مرة نسمع عنه المتحدث باسم الأسرة قال ان جد الرئيس لأمه عبد الدايم الشريف من الأشراف اللي هم ذرية النبي وان الجد ده عرف ببأسه وحسن خلقه وقصيل معدنه مش عارفين الحقيقة ايه ونسبة الكلام ده قال كمان وحسب ما موقع دات مصر نقل من كلامه انه جد مرسي لأبيه كتب في مرثية وفاته انه توفى إلى رحمة الله تعالى الجناب الجليل والظل الضليل ومضيف الوجهاء والنبلاء مرسي ابن عيسى العياط في سير النبلاء والقادات وقال انه والده بيحفظ القرآن جدا عن جد وبيعرف الثقافة والكتابة والتصطير كابرا عن كابر وان هو احد من اسسه منظومة التأمين الصحي في مصر وتابع ان ابوه كان نابغة في درسته ومن اوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وبيعرف الشعر والادب والقراءة وبيعرف اللغات وبينقلها وبأمارة يعني بالأمارة حسب الخبر المشور بالأمارة كان يعني الانجليزي اللي احنا شفناه واللغات اللي احنا شفناه ومرسي بتكلم به بأمارة مثلا دونت ميكس بيقر أدب الشعوب وثقافتها وعمل بالتدريس في اكبر جامعات الولايات المتحدة الامريكية واستبحر في علوم الهندسة وعالت مكانته كأستاذ متخصص في وحدة من اندر التخصصات واقتنى السيارات الامريكية الصنعة وارتدى الملابس الايطالية تحيث الحقيقة وانت بتقرأ الكلام ده كله انه اسامة مرسي اللي هو المتحدث باسم العائلة اللي هو منصب احنا مش فاهمينه لسه فاكر انه والده مرشح في الانتخابات وبيعمله دعاية خلص اسامة كلامه من غير ما يقول لنا ايه مناسبة الكلام ده ولا هو عايز منه ايه وعايز يوصليه طيب الخبر اللي بعد كده انا من المنوفية ومش بخيل انا من الزمالك حسب الكلام ومش طري شعارات رفعها مجموعة من الشباب شاركوا في حملة بعنوان صوابعك مش زي بعضها حملة على مواقع التواصل الاجتماعي والحملة الحياة مفترض ان الغرض منها انها تواجه النمطية في المجتمع لكن الحملة دي وجهت انتقادات كتير بسبب شعار يعني مثلا زي انا من اسوان ومش سودا اللي كانت شايلة بنت على لوحة تبر البعض الشعار ده عنصري ومهين لاصحاب بشرة سمراء اتهموا الحملة بانها جت تكحالها عامتها مي رشيد لمساعد مدير الشركة المنتجة للحملة نفت في تصريحات للشروق انه يكون الغرض من الحملة هو السخرية او الاستهزاء من اي فئة في المجتمع بل بالعكس الحملة كان هدفها كسر الصور النمطية في المجتمع وقالت ان الكلمات والالفاظ المستخدمة في الحملة مش المقصود بيها الايهانة زي ما تصور البعض ولكنهم حاولوا يستخدموا الفاظ الشارع واكدت ان ردود الفعل ما كانتش كلها سلبية وان البعض فهم الغرض من الحملة وتفاعل معاها وعلشان اللي ما يعرفوش الحملة دي هي اسمها صوابعك مش زي بعضها وهي عبرة عن 8 صور محكاة لحملة عالمية ظهرت على الانترنت عن اشخاص بيشيلوا لافتات بتعبر عن رفض الصور النمطية الموجودة في المجتمعات ونفي فكرة التعميم اللي بتقول ان كل اصحاب مثلا وظيفة واحدة او اهل محافظة ما ليهم صفات معينة في الغالب ولكن يبدو ان الحملة ما كانتش موفقة في استخدامها لبعض يعني محاولاتها الكسر النمطية لانها في محاولاتها دي وكأنها بتبرز انه يعني لا انه الصفة دي بالفعل موجودة خلينا نروح للمصري اليوم لايت اللي عمل تحقيق لطيف عن اول مغامرة صحفية من داخل السجون في مصر واللي عملتها مجلة نص الدنيا في نوبمبر 1929 في عددها 26 كانت المهمة ان المحرر يعيش ليلة في السجن يوصف فيها للقراء اللي شافوا جوه السجن قعد المحرر يفكر في طريقة يدخل بيها السجن يدخل ازاي واستقر رأيه وتفكيره في الاخر انه يعمل دور متشرد ويقف قدام حد من رجال الشرطة وفعلا احد رجال الشرطة شك فيه شك في المحرر اللي عمل نفسه انه هو متشرد خده للإسم لكن في الطريق ساور شك رجل البوليس لان المحرر ما قاومش زي ما بيعمل المتشردين اللي مجرد ما بيطيبض عليه هم بيسرخوا ويقاوموا غير كمان انه كان حليق الدقن ومش باين عليه علامات التشرد فاطلق الشرطة صراحه واكتفى بان هو يحذره وساب المحرر لليأس وخيبة الامن واحساسه بالغباء لانه ما قدرش يعمل دور متشرد وهو بشكله متقن استنى المحرر ساب دقنه كم يوم علشان تظهر وتنبت شعرها ودقنه وشنبه وطول شعر راسه علشان يكون مقنع اكتر في دور المتشرد واتفق مع مصور المجلة مجلة نص الدنيا ان هو يقابله فيه اهوة بالليل علشان يتربصه براجل ضعيف يضربه المحرر ويشهد عليه المصور علشان الموضوع يكون محبوك اكتر حصل ده فعلا خد الناس المحرر للإسم فقال الزابط النبطشي العسكري خدوا على السجن الصبح فدخل المحرر السجن وعمل جواه اللي نقدر نسميه انها اول مغامرة في الصحافة المصرية وخرج بقصص كتير ورصد فيها الاوضاع للناس جوة السجون واوضاع السجون نفسها اللي وصفها بانها كانت اقرب لحظائر المواشي اللي ما تقدرش تقعد فيها ساعة واحدة من ريحتها ومن الوضع الصعب اللي فيها لمصري اليوم لايت نقلت لنا التجربة دي عشان تقول لنا ازاي الصحافين من زمان وهما بيحاولوا دوروا على طريقة علشان ينقلولنا ايه اللي بيحصل وراء الاسور خلونا نخرج ونشوف ايه هي ابرز المنشطات اللي هتكون موجودة في صحافة بكرة ونبدأ معاكم من جريدة التحرير التحرير السيسي من مدريد هدفنا العدالة الاجتماعية ويتعظيم ارباح المستثمرين مفاجأة قاضي الاضراب حرام شرعا لم يوقع على الحكم حتى الان مصدر قضائي بيقول الحكم يصدر رسميا غدا والمفتشار حليم مستاء من اثارة قضية ديانتو المسيحية كمان يعني والملف ده يعني مهتم بيه جريدة التحرير خاصة ان احنا خلاص بعد بكرة عندنا عيد العمال في مقال الكاتب جمال فهمي الاضراب حرام والرأي كمان عمال مصر سبع صنايع والحق ضايا مهتمة بانها ترصد احوال العمال في عيدهم مجلس الدولة يبدأ اسبوع مراجعة قوانين الانتخابات والمحامون للداخلية والقضاء اذا هي الحرب كمان من جريدة التحرير نروح لجريدة الوطن وفي الوطن الغرف التجارية تحذر موجة غلاء في يوليو فواتير الكهرباء ترفع اسعار الادوية والاغذية والملابس وشاكر بيقول الفاتورة لن تتعدى 1.6 من 10% من انفاق نصف المشتركين كمان الوطن نشر بتقول الهازهر يعلن الحرب على الحزب العلماني المصري وكبار العلماء سنقف له بالمرصاد ومتحدث الحزب بيقول كل الدول المتقدمة علمانية كمان المفاوضين توصي بإلغاء لحد الأقصى لأجور العاملين في البنك الأهلي والبلطجية يقطعون يد صائق تكتك ويصعيمونها لكلب دي من الأخبار الموجودة في جريدة الوطن في اليوم السابع شيوخ الترابين وده انفراد حسب وصفته جريدة اليوم السابع بيكشفوا تفاصيل المواجهة مع الإرهابيين وبيتحدثوا لأول مرة لليوم السابع عن حروبهم في سينة ضد أنصار بيت المقدس كمان مقاطع جنسية في أحراز قضية التخابر تخابر طبعا المتهم فيها مرسي واتفاقيات سياحية وأمنية مع أسبانيا والإرهاب يغتال الأطفال دولة البوليسية لن تعود حسب تصريحات وزارة الداخلية كمان في اليوم السابع محافظ الشرقية بيقول أن الرئيس بيتابع أزمة التسمم الجماعي بالإبراهيمية أولا بأول جريدة الأهرام أبرزت طبعا زيارة الرئيس السيسي وقال الرئيس نصابق الزمن لبناء دولة مدنية عصرية كمان محلب وصالح يفتتحان ميناء قسطة الأشكيت الحدودي وزير المالية 17 مليار جنيه حصيلة الضرائب وضبط إرهابي شديد الخطورة برفع دي أبرز المنشتات وأبرز العنوين والأخبار اللي حضراتكم هتشوفوها في صفحات الأولى من صحافة يوم الجمعة بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم جولتنا في صحفة اليوم